أهلاً أبطالنا أبطال السادس العلمي بالحلقة رقم 8 من حلقات الفصل الثامن شباباً هالحلقة رح ناخذ بيها مكونات الليزر تمام؟ هاي المحاضرة رح ناخذ بيها شنو مكونات الليزر شنو مكونات الليزر؟ طبعاً احنا بصورة عامة رح نحتي بهاي المحاضرة على إنه الليزر شنو مكونات أو شلون جاي يصير الفعلي الليزر أو الفعلي الليزري وشلون تصير تكتم عمليات التوزيع المعكوسة خلي أحتي لكم إسا بصورة عامة بعدين ندخل للتفاصيل ونحتي بصورة خاصة خلي نسالف بصورة عامة الليزر بيها ثلاث مكونات وزقيت ثلاثة أول شغلة فتشي اسم المرنان شنو المرنان شي اسمه المرنان المرنان هو عبارة عن مرآتين مرآتين هاي مرآت وهاي مرآت عبارة عن مرآتين وحدة عاكسة كلياً للضوء يعني تعكس الضوء 100% يعني ما يخلي الضوء ينفذ من خلاله تعكس الضوء 100% وحدة عاكسة جزئياً جزئياً للضوء يعني تعكس الضوء 90% يعني 10% ينفذ و90% يعني ينعكس يرجع هذا يسمو مرنان فالتجويف تجويف يعني فراغ زيئاً ومرآتين هذا يسمو المرنان فاضح؟ زيئاً بنص المرنان رح نخلي الوسط الفعال شنخلي؟ الوسط وسط فعال اللي هي يعني أي شيء ذرات أيونات جزئات غراب عتيقة اللي لبيع أي شيء نالة تخلوها هذا شنوه وسط فعال تمام؟ هذا من هو الوسط الفعال أي شيء تريدون هذا الوسط اللي راح هيجي تمام؟ اللي راح يصير به توزيع المعكوس زيئاً وهذا من هو الوسط الفعال ركزي إذن هو الوسط الفعال قلنا هي جزئات أيونات ذرات حالة سائلة صلبة غازية المهم هذا الوسط اللي راح شنو؟ راح يتم فيها أو يحصل فيها عملية التوزيع المعكوس أسمي الوسط الفعال زيئاً شنوه أنا خلي الوسط الفعال يصير به عملية توزيع معكوس؟ أضخله طاقة أخلي الذرات تتهيت ذرات شنو؟ تتهيت يعني تصعد من الأرضي للمتهيج يعني تنتقل الذرات لهناني زيئاً 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 شنوه نظرت لطاقة؟ أطي فوتون شنوه؟ فوتون شنوه راح يبعث؟ راح يبعث فوتون أوكي أوكي اسمعوني شنوه راح يبعث؟ راح يبعث فوتون زيئاً هذا الفوتون ومن راح يروح؟ راح يروح قبل راح يصطدم بيمن بالمرأة العاكسة راح يرجع هذا نفسه وراح يرجع زيئاً ومن راح يرجع بيمن راح يصطدم بالوسط الفعال وهماتي يهيج الزرات هذا الفوتون هم شي يهيج الزرات هاي سموه تغذية رجعية تمام؟ شي سموه تغذية رجعية باباً هم يهيج الزرات يعني يغذي بس يرجع الفوتون يغذي الوسط الفعال بالطاقة هم يهيج الزرات والذرات اش تبعث؟ فوتون وأنا أصلاً عندي فوتون صار نجقيت اثنين راح يروح أن وين؟ على هاي المرأة ينعكسن ويرجعن آكي من رجعن وان يرجعن على الوسط الفعال على الوسط الفعال زيئاً كل فوتون يهيج لذرة كل فوتون شي هيج ذرة زيئاً كل ذرة راح تططيني شنوه؟ فوتون صار نجقيت هسي نطعني فوتونات اثنين وأنا أصلاً عندي اثنين صار نجقيت اربعة زيئاً الاربعة راح يروحن وين؟ يصطد من وين؟ بالمرأة العاكشة كليين ويرجع يصيرن الثمانية الثمانية يروحن وترجع يصيرن ستعاش تمام؟ طبعاً مثلاً من يصيروا هواي فوتونات راح تقوم هاي الجزئية تخلي اش كم فوتون يطلع؟ يعني مثلاً ميت فوتون تخلفت عشر فوتونات يطلعن وتسعين تعكسهم حتى هاي عملية التضخيم تستمر هاي العملية هاي زيادة عدد الفوتونات شي سموها؟ عملية التضخيم عملية شنو؟ التضخيم هاي من إزداد عدد الفوتونات يعني جاء تضخم الفوتونات يعني جاء تزداد الفوتونات زيئاً تنعكس. يصير عملية شنو؟ تضخيم. وهي تنعكس. وهي تنعكس. زين؟ كل ما يزداد عند الفوتونات. اكو جزء من الفوتونات تطلع شوية. خلينا نقول عشرة بالمية تطلع. وتسعين بالمية ينعكسا. حتى هاي العملية تستمر. اذا كلين يطلعان. عند منه راه هيجي الوسط الفعال. واضح؟ فلذلك هنا جزء يطلع. جزء صغير يطلع. وجزء كبير ينعكس. تمام؟ حتى لإدامة عملية التضخيم. حتى تدوم عملية شنو؟ التضخيم. يعني هاي العملية تنعكس. تروح وترجع. تروح وترجع. تروح تصطدم. ترجع. تصطدم بالوسط الفعال. تضاعف الفوتونات. يرجعان. ايش كمواهد يطلع ويعني يعني خلينا نقول جزء صغير يطلع وجزء كبير يرجع. هذا من يرجع هيجي الوسط الفعال. كل فوتو منذني هيجي الوسط الفعال. ويرجعان. يضاعفا عدد الفوتونات. تمام؟ من تضاعف عدد الفوتونات. هاي عملية سموها عملية التضخيم. هي عملية مضاعفة عدد الفوتونات للوسط. شنو؟ الفعال. ضاعف. طبعا نسانة تحكي بصولة عامة. يعني السرحة جيش راح ألكم بالتفصيل. واضح؟ للشنو الوسط الفعال. شنو تعريفه. شنو تعريفه المرنان. شنو شغل هاي. هاي شنو شغل هاي. المرآت العاكسة جزئيا. جزئيا. ليه جزئيا. حتى جزء من يضوه ينفذ. وجزء الباقي يرجع. حتى تدوم عملية شنو؟ هاي. في المرآت العاكسة جزئيا. إلى فائدتين. الفائدة الأولى تخلي جزء من الضوء يعني ينفذ من خلاله. وجزء الباقي يرجع حتى تدوم عملية شنو؟ التضخيم. هذا اللي ينفذ منه. هذا هو الليزر. فاضح؟ هذا هو الليزر. زين. طبعا لازم الليزر أبد ما يصير إذا متوزيع معكوس. وتعرفون شنو توزيع معكوس؟ يعني عدد الذرات بالمستوى الثاني أكبر من عدد الذرات بالمستوى الأول. تمام؟ هذا يسمو توزيع المعكوس. زين. هسه راح نجي نشرح هذا الشرح اللي شرحته هسه. راح يجي أعيده بالتفصيل. تمام؟ طبعا هاني شلون؟ أهي يجي الوسط الفعال. أطيطاق الضخ. إذن الليزر. المكونات الليزر. ثلاث شغلات. الوسط الفعال والمرنان وتقنية الضخ. الضخ يعني ضخ طاقة. يعني نطيطاقة للوسط الفعال حتى يصير في حالة إثارة. بعض. الليزر. الليزر. الليزر يتكون من ثلاث مكونات. أول مكون اللي هو الوسط الفعال. هذا هو الوسط الفعال. الوسط الفعال. تمام؟ شنو الوسط الفعال؟ هو ذرات جزيئات أيونات أي شيء. بحالة سائلة صلبة غازية أي شيء. تمام؟ يعني أي وسط. هو عبارة عن هو عبارة عن ذرات أو جزيئات أو أيونات. تمام؟ هو عبارة عن ذرات أو جزيئات أو أيونات. في حالتها منه الصلبة أو السائلة أو الغازية. أبعا أنتم تكتبون كلمات كاملة. في حالتها شنو الصلبة أو السائلة؟ التي تحصل التي يحصل فيها التوزيع المعكوس. هي عبارة عن ذرات أو جزيئات أو أيونات بحالتها. أما تكون سائلة أو تكون صلبة أو تكون غازية. هذه الذرات أو الجزيئات أو الآيونات. يعني المادة اللي نخليها هنا أما مادة صلبة أو مادة سائلة أو مادة غازية. يعني وسط فعال مشرط يعني يكون فالشيء صلب. لا، الغاز سائلة أو أي شيء. تمام؟ لازم نخلي هذا الوسط الفعال يصير بتوزيع محكوس. يعني تنتقل الذرات. لازم شطي. أي؟ وذلك بوجود طاقة ضخ عالية. بوجود شنو؟ طاقة ضخ عالية. يلا. هذا الوسط الفعال. هذا من هو؟ الوسط الفعال. هو عبارة عن ذرات أو أيونات أو جزيئات أو يعني أي مادة. بحالة السائل أو الصلبة أو الغازية. هذا الوسط الفعال لازم نسوي به توزيع معكوس. شلون نسوي توزيع معكوس؟ شلون نخلي الذرات ينتقل، نخلي الذرات هواية بالمستوى الثاني؟ وش هواية بالمستوى الأول؟ شلون؟ آه ذلك بوجود طاقة ضخ عالية. تمام؟ طاقة ضخ عالية. زين. هذني شغلتين. هذني يسموه النساء أولاً الوسط الفعال. أوكي. هذا المكون الأول. المكون الثاني هذني مرآتين. يسموه المرنان. المرنان. شنو المرنان؟ مرنان هو فالتجويف. يعني شنو التجويف؟ فراغ. هو تجويف مناسب. شنو يعني مناسب؟ يعني مو تجويف صغير كلش ولا شبير كلش. لا. تجويف مناسب بحيث الفوتونات تروح براحتها وترجع وتروح وترجع. تمام؟ هو تجويف مناسب. تجويف مناسب. زين. يتألف. يتألف من مرآتان. أحداهما عاكسة كلياً للضوء. أحداهما عاكسة كلياً المن للضوء. يعني العكاس ما لاته شي يكون مية بالمية. زين. والأخرى عاكسة جزئياً للضوء. خلنا نقول يتشي يعني نفرض من عندنا بأنه هاي تسعين بالمية تعكس الضوء. والأخرى عاكسة جزئياً المن للضوء. يلا. شنو المرنان؟ هو عبارة عن تجويف مناسب. يتألف من مرآتان. الأولى عاكسة كلياً للضوء. والثانية عاكسة جزئياً للضوء. زين. تبه يا أمي. هاي المرآت العاكسة جزئياً للضوء. عليها ما تعتمد مقدار انعكاسها للضوء. عليها ما تعتمد. هو جدي يسقط عليها. يسقط عليها شنو؟ فوتون. صح؟ تعتمد على الطول الموجي ما لهذا الفوتون. أو ما لهذا الضوء. واضح؟ إذن علامة تعتمد عملية انعكاس المرآت. أو عملية انعكاسها. هي المرآت العاكسة جزئياً. عملية انعكاسة. علي من تعتمد؟ تعتمد الجواب على الطول الموجي للضوء. المرآت العروض.�도 Samsung. بت該مامتها المرآت العاكسة. räما. وضوء الليزر؟ يعني المهم تعتمد عليها من? على الطول الموجي. يعني مثلاً إذا مثلاً طول الموجي مثلاً اذا كان احمر الضوء احمر الطولی الموجي عالي.يعني شنو معناه؟ معناه رح تنفذ فوتونات اكثر مثلاً إذا كان الطول الموجة أقل راح تنفذ فوتونات أقل أو تنعكس فوتونات أقل أو تنعكس فوتونات أهواي المهم فهاي عملية انعكاسة على ما تعتمد عملية انعكاسة على الطول الموجي مال هذا الضوء مال ليزر زين هاي نفسه شن الفائدة مالته ما الفائدة شن الفائدة من عده شن الفائدة من الضوء أو العفو من المرآة العاكسة قلنا شن المرآة العاكسة سوي شغلتين تخلي جزء من الضوء ينفذ تمام أول فائدة تسمح بنفاذ جزء من الضوء تسمح بنفاذ جزء من من الضوء وين تسمح وين تنفذ إلى خارج المرنان إلى خارج المرنان وهذا هو الضوء الليزر هذا هو الفوتونات اللي طلعت هي هاي منه منه الليزر اوكي هذا منه هاي الفائدة الأولى تخلي جزء من الضوء يخرج خارج المرنان زين هي ليش جزئيا لين جزء يخرج وجزء ينعكس زين وبعد هس جزء يخرج وبعد وجزء أكبر من منه ينعكس وتعكس الباقي الضوء وتعكس باقي الضوء مرة أخرى داخل المرنان تمام ليش لإدامة عملية التضخيم تعرفون شنو يعني التضخيم يعني على مدى الفوتونات ظل تضخم وظل تزداد 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 إذن شنو الفائدة من المرآت العاكسة جزئيا هاي المرآت العاكسة جزئيا علي من تعتمد تعتمد على طول الموجة بنعكاسه هاي الكلية ما لنا علاقة كليا يعني ما تخلي ولا فوتونا ينفذ يعني كني عاكس ما عدي مشكلة وياها أنا عدي مشكلة ويا من أنا شغلنا علي من على المرآت العاكسة جزئيا المرآت العاكسة جزئيا شا سوي تخلي جزء من الضوء ينفذ تخلي جزء من الضوء ينفذ اللي هو الليزر خارج المرنان وتعكس الجزء الباقي داخل المرنان واضح؟ لإدامة عملية التضخيم زيان إذن أولا الوسط الفعال هو عبارة عن هسا هذا لني صارنا شغلتين أولا الوسط الفعال هو عبارة عن مواس صلبة أو سائل أو غازية أيونا الذرات جزئيات عادي تمام؟ اللي لازم تتحقق بها التوزيع المعكوس يعني لازم عدد الذرات تكون فوق أكبر من عدد الذرات اللي يجوه واضح؟ لازم توزع بها التوزيع أو يتحقق بها التوزيع المعكوس شلون؟ وذلك بعملية الضخي سنجل الضخي زيان الجزء الثاني من الليزر أو المكون الثاني الليزر اللي هو المرنان المرنان شنو؟ هو تجويف مناسب فالتجويف يعني فراغ مناسب يتألف من مرآت يعني مرآت عاكسة كليا للضوء ومرآت عاكسة جزئيا للضوء زيان علي من تعتمد هالمرآت الجزئية علي من تعتمد عمية العكاسة عالطول الموجي زي شل الفائدة مالته؟ تخلي جزء من الضوء ينفذ إلى خارج المرنان اللي هو الليزر وجزء الباقي ينعكس مرة أخرى داخل المرنان اللي هو حتى تدوم عملية التوزخين زيان المكون الثالث المكون الثالث اللي هو تقنية الضخ آه تقنية شنو الضخ شنو تقنية الضخ هي التقنية هي التقنية التي يتم فيها تجهيز الوسط الفعال بالطاقة لكي يتجهيز الوسط الفعال بالطاقة هي التقنية التي يتم فيها تجهيز الوسط الفعال بالطاقة لكي ينتقل من المستوى المستقر إلى المتهيج لكي تنتقل الذرات من المستوى المستقر إلى المتهيج زيان ليش تريد تخلي المستوى المتهيج؟ يعني المستوى المستقر الـ E مستوى المتهيج الـ E زيان ليش تريد تخلي الذرات التسعى للمستوى المتهيج؟ حتى يصير عندي توزيع معكوس لكي يتحقق التوزيع لكي يتحقق التوزيع المعكوس لكي شنو يتحقق التوزيع المعكوس إذا يعني باعوا خذنا التوزيع المعكوس قلنا أحد الشروط مالتي وجود طاقة ضخ كافية صح؟ هس الشرط الأول أخذناه فأنت شوي الشرط الثاني اللي هو وجود مستوى شبه مستقر ذات عمر زمني أطول زين هس هنا شنو شدة ضخ عالية يعني هذا الضخ هذا وفرنا الضخ إذا وفرنا الضخ معنا لازم يتحقق التوزيع المعكوس باعوا باعوا سمعوني سمعوني آني بالليزر لازم شو أزيق باع شو 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 راح نرجع بالتعريف آني بالليزر لازم شو حقق التوزيع المعكوس زين شو نتعك التوزيع المعكوس يعني الذرات بالمستوى المتهيج أكثر من المستوى المستقر يعني المستوى المستقر يصعد للمتهيج أوكي زين شون خلينا صعدين أجهز الوسط الفعال بالطاقة يعني نسوي ضخ إذن الضخ هو شنو هو عملية أو التقنية التي يتم فيها تجهيز الوسط الفعال بالطاقة لكي ينتقل الذرات من المستوى الأرضي إلى المستوى المستقر المتهيج تمام لكي يتحقق فيها التوزيع المعكوس آني أهم شغلة أحقق التوزيع المعكوس عملية الضخ بيها ثلاثة نوع الضخ بيش كم نوع؟ الضخ الضوئي الضخ الضوئي يعني الطاقة تكون على شكل طاقة ضوئية ها عملية الضخ الضوئي هذا النوع الأول زين هسا الضخ يتألف منش كم نوع أو يتقسم إلىش كم نوع؟ ثلاثة نوع والضخ ثانيا الضخ 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 الكهربائي الضخ ضوئي يعني استخدم ضوء ضخ كهربائي يعني استخدم كهرباء و الضخ الكيميائي الضخ الكيميائي أسأل نأتي نعرف 1-1 إذن أنا حتى أجهز الوسط الفعال لازم أنطي طاقة أما ها تكون طاقة ضوئية أو طاقة كهربائية أو أكوفة شي سموه الضخ الكيميائي يعني تفاعل كيميائي هو يسوع عملية الضخ كمام؟ إذن أنا شنو عدي الضخ ايش كم نوع؟ عدي ثلاثة نوع الضخ ايش كم نوع؟ ثلاثة الضخ الضوئي والضخ الكهربائي والضخ الكيميائي رح نجح على واحد واحد بس نجي نشرح لكم واحد واحد نفهقكم على واحد واحد بالبداية أنا عدي مرنان يلا شباب حسا رح ناخذ عملية الضخ الضوئي باع مثل ما قلنا عندنا هذا مرنان هذا مرنان وهذا الوسط الفعال تمام؟ الوسط فعال طبعا عملية الضخ الضوئي المن أستخدمها؟ أستخدمها إذا كان الوسط الفعال بحالة الصلقة صلبة أستخدم لشنو؟ ضخ ضوئي هذا الضخ الضوئي مرح يطيني ليزر مصح؟ رح يطيني شنو؟ ليزر زياد هذا الليزر هو لو ليزر الياقوت لو ليزر النيديميوم اسم النيديميوم أو النيديميوم ياك هذا اللي يستخدموا العلاج الجلد علاج العين تمام هذا من الإجارات مع العين مع جلد تمام تمام يعني هذا الضخ الضوئي نستخدمه نوعين من الإجارات إذا كانت إذا كان الوسط الفعالي من الياقوت أستخدم لضخ ضوي إذا من مادة النيديميوم أستخدم لضخ الضوئي يعني الضخ الضوئي أستخدم الليزرين الياقوت تعرفوه يعني شنه ياقوت يعني مو ليزر يسموه ياقوت هو يسموه ليزر الياقوت لأن هنا حاطين ياقوتة واضح؟ يعني هذا الوسط الفعال ياقوت أو نيديمي يوم فلذلك كل واحد عليه يسم الوسط الفعال مالته واضح؟ فهنان شنو هذا الليزر يطيني نوعين زين أوكي زين شلون أنا داريت عملية الضخ شلون راح أوفر ضخ لهذا هذا الليزر شلون راح أوفر له ضخ ضوئي؟ طبعاً هذا الليزر اللي راح يطلع عندنا لو يكون مرئي يعني لو تكون أشعل الليزر مرئية أو تحت الحمراء ها معلومة خلوها يمكو المهم شو راح أسوي؟ راح أستخدم مصابيح وميضية مصابيح نستخدم شنو؟ مصابيح وميضية طبعاً هاي نستخدمها من الكوارتز هاي زجاجة مال مصباح نجيبها بكوارتز زين مهم موفد شي مهم هسا هذا المصابيح شنو؟ وميضية تعرفون شنو مصابيح وميضية؟ يعني فلاش شنو الفلاش مال هاي إذا تذكرون مصباح الومضي أو الوميضي بالفصل الأول اللي هو الفلاش مال كاميرا يعني شنو معنى؟ معنى ينطي نضوه مرة واحدة وهذا هو وياي لولا يعني ينطي نفوتونات دفعة واحدة مصابيح وميضية أو أستخدم أو مستمرة يعني مصابيح مستمرة يعني ضوه مستمر شلون عالق لايت؟ تمام؟ لو أستخدم مصباح وميضي لو مستمر مستمر شلون؟ يعني عالقين لايت عالقين لايت عليها من عالوسط الفعال بس شنو هالا المستمرة؟ ذات شدة أضاءة عالية شدة شنو؟ أضاءة عالية إذن لو نستخدم مصابيح وميضية لو نستخدم مصابيح مستمرة ذات شدة أضاءة عالية راح يتهيج الوسط الفعال هذا 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 الضخ الضوئي الضخ الضوئي نستخدمه للحصول على لزر الياقوت أو النيديميوم هذا واحد اثنين شلون أضخ ضوء لو أستخدم مصابيح وميضية يعني شلون الفلاش مع الكاميرا ينطي الضوئة دفعة وحدة للوسط الفعال لو أستخدم يعني مصابيح مستمرة ذات شدة أضاءة عالية واضح؟ شباب؟ فلو أستخدم مصابيح وميضية لو أستخدم مستمرة يعني لو تستخدم الفلاش لو تستخدم بس اللايت لازم يشدة مالتا الطاقة مالتا عالية يعني مو لايت عادي تمام؟ لازم يعني طاقتا يعني اللايت الضوء مالتا بحرارة يعني تخلي عليدك تلقاه حار علموش شنو هيج الوسط الفعال المهم أو أقف الطريقة يعني شوية طريقة جانبية اللي يشنية قال المواردة حصل على هذا الليزر شو يسوي أخلي الليزر آه يعني أهيج الوسط الفعال بليزر ثاني تمام؟ أهيج الوسط الفعال بليزر ثاني طبعا هذا الليزر باعوا هذا الليزر الطول الموجي مالتا يختلف عن الطول الموجي للليزر اللي رح يطلع يعني رح يطلع له ليزر طول الموجي يختلف عن الطول الموجي للليزر الضاخ هذا يسموه الليزر الضاخ اللي راح يضخ يعني اسا صارش كم عندي طريقة للضخ الضوئي تلاقفه لو أستخدم مصابيح وميضية فلاش لو أستخدم مستمرة ذات طاقة عالية لايت لو أستخدم ليزر حتى حصل على ليزر بس اللي ليزر اللي راح أحصل عليه طول الموجي يختلف عن الليزر مال من للطول الموج الضاخ الليزر طول الموج الضاخ اختلف عن طول الموجية تختلف مالتهم المهم يلا خلي نجي نكتب اللي افتهمناه بالضخ الضوئي هي تقنية هي تقنية الضخ التي تستعمل للحصول أو هي تقنية الضخ التي نحصل التي نحصل منها على شنو على ليزر الياقوت على ليزر منه الياقوت أو النيديميوم النيديميوم أو مرات يسمون نيديميوم ياك يا كلمة ياك مهم مو مفيد مشكلة نحصل عليها على ليزر الياقوت زياد وتستخدم في هذه التقنية يلا تعالوا يقولوا ليش راح نستخدم واحد اثنين ثلاثة يلا كتبوهم وتستخدم في هذه التقنية للضخ نستخدم مصابيح وميضية أو مستمرة ذات شدة ضاءة عالية لإثارة الوسط الفعال زياد أوكي استصار اثنين تقنية الضخ قمه بواسط مصابيح وميضية أو مستمرة ذات شدة ضخ شنو عالية لإثارة الوسط الفعال أو شاستخدم أو يمكن استعمال ليزر آخر لإثارة الوسط الفعال أو يمكن استعمال ليزر آخر لإثارة الوسط الفعال وتحقيق التوزيع في الوسط التحقيق التوزيع المعكوس ونحصل على ليزر ونحصل على اليمن على ليزر طوله الموجي يختلف عن الطول الموجي للليزر الضخ يلا هي تقنية الضخ التي نحصل منها على ليزر الياقود أنيديميوم ضعب يقول لكم مثلا سؤال سؤال متى نحصل على متى نحصل أو ما هي تقنية الضخ المستخدمة في ليزر الياقود يقول لها ضخ ضوئي أنيديميوم ضخ ضوئي واضح؟ جيد النوع الثاني من الضخ اللي هو الضخ الكهربائي جيد الضخ الكهربائي من اسمه كهربائي كهربائي اللي من نستخدمه وين شنا نستخدمه؟ بأنبوبة التفريغ الغازات آه يعني أنا أكون شنو غاز آكي بأنبوبة شنو تفريغ الغازات هاي نبوبة تفريغ الغازات رح نستخدم لضخ كهربائي يعني نسلط فرق جهود كهربائي كبير تمام؟ يعني نسلط عليها شنو في الجهود كهربائي أو يعني تفريغ كهربائي تمام؟ هاي الألكترونات هذا التفريغ شوف الكهربائي الألكترونات رح تقوم هاي الألكترونات المعجلة تصطدم بمن؟ تصطدم هاي الألكترونات تصطدم وين بذرات الغاز هاي الألكترونات بمن تصطدم الألكترونات بمن تصطدم بذرات الغاز واضح فتسبب شنو اثارة للوسط الفعال طبعا هاي التقنية راح تطينا ليزر ليزر لو ليزر الغاز يعني ليزر ليزرات الغازية هو من اسمها غاز ليزرات ليزرات الغازية لو ليزر اشباه الموصلات لو ليزرات الغازية لو ليزرات اشباه شنو الموصلات ويتم في هذه العملية شنو التفريغ الكهربائي خلال الغاز فتصطدم الالكترونات المعجلة بذرات او جزيئات الغاز فتجعلها في حالة تهيج ويحصل عدة توزيع المعكوس تمام هي تقنية تقنية شنو الضخ التي نحصل منها على ليزرات الغازية او ليزرات اشباه الموصلات هذا اللي ما اخذيه يعني لو اخلي الوسط الفعال غاز راح اضخ ضخ كهربائي لو اخلي الوسط الفعال اشباه موصلات يعني السيليكون او جرمانيوم اللي ما اخذيه بالفصل السابع تمام يعني اذا اخليه غاز او اذا اخليه سيليكون او جرمانيوم هذا يحتاج ضخ كهربائي حتى يتهيج وهذا ضخ ضوئي او كهربائي او تأثير حراري المهم حتى يتهيج فهنا غاز لو سيليكون او جرمانيوم هي تقنية الضخ التي نحصل منها على ليزرات غازية او ليزرات اشباه الموصلات اوكي شلون بالله تستخدم في هذه يلا وياي وتستخدم في هذه التقنية للضخ نستخدم بهاي التقنية للضخ شنستخدم فرق جهود كهربائي فرق جهود شنو كهربائي او تفريغ كهربائي يعني تفريغ كهربائي حيث سوف تسطدم تسطدم منه الالكترونات الالكترونات وين تصدم بذرات الغاز وتعمل على تهيج الغاز وتحقيق التوزيع المعكوس هاي تقنية استخدم بها احصل من عدله ما هي ما هي تقنية الضخ المستخدمة للليزرات الغازية ضخ كهربائي اشباه الموصلات ضخ هسه اي بعض هسه احنا عدنا مواد صلبة ضوئي مواد الصلبة خب مو بالكهرباء بالضوة زين الغازات او اشباه الموصلات اشباه الموصلات احنا نعرف شلون نخليها تنتقل للذرات مالتها والالكترونات من الحزمة التكافو الى حزمة التوصيل تمام شلون نخليها لو تأثير حراري لو ضوئي لو كهربائي لو تشويب صح؟ المهم واحدة من العمليات الكهربائي يعني اذا كان غاز او اشباه موصلات راح استخدم الضخ الكهربائي زين شنو الضخ الكيميائي؟ ضع الضخ الكيميائي هذا المرنان شوفوا تعتمد عملية الضخ الكيميائي على التفاعل الحاصل بين المكونات الوسط الفعال ويا الولا يتم الضخ عن طريق التفاعل يعني التفاعل الكيميائي ان التفاعل الكيميائي بين مكونات ان التفاعل الكيميائي يعني نخبط مواد اثنين التفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال هو أساس توفير الطاقة هو أساس توفير شنو؟ الطاقة التفاعل بين مكونات الوسط الفعال يعني هذا مادة كيميائية طبعاً هذا يطينا الإزارات الكيميائية هذه الإزارات الكيميائية اللي هي أو الكيميائية اللي هي الإزارات اللي يستخدموها لعلاج أمراض بسم الله السرطان فاضح؟ هذه الإزارات اللي إشعاعات مالليزر مالسرطان المهم هاي إزارات كيميائية مهم أن التفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال مواد كيميائية مواد كيميائية يصير ببناتهم تفاعل هذا التفاعل هو أصلاً هذا التفاعل هو التفاعل ببناتهم هو رح يخلي الزرات تتهيج يعني هاي تقل ما يحتاج إلى يعني لا يحتاج لا يحتاج إلى وجود مصدر خارجي للضخ ما يحتاج هنا مصدر خارجي حتى أسوي عملية الضخ لا يحتاج إلى مصدر خارجي المن للضخ يلا أن التفاعل الكيميائي بين منكونات الوسط الفعال هو أساس توفير الطاقة يعني هنا شنوه ما يحتاج إلى يقول لك أي نوع من أو أي تقنية من تقنيات الضخ أو أي نوع من أنواع الضخ لا يحتاج إلى مصدر خارجي لسه هذا يحتاج إلى مصدر خارجي لازم أخلي عليه ضوة هذا يحتاج إلى مصدر خارجي لازم أخلي عليه كهرباء هذا ما يحتاج الضخ الكيميائي وما يحتاج إلى مصدر خارجي يقول لك علل الضخ الكيميائي لا يحتاج إلى وجود مصدر خارجي للضخ تمام أو لتوفير الطاقة قل له لأن التفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال هو أساس توفير الطاقة يعني هذا يجي تعليل وهذا جواب مالتي تمام قل له تفاعل البيانات ومو راح يخليهم تتهيج زين هاي مكونات الليزة شنه مكونات الليزة وسط فعال مرنان وتقنية الضخ وسط فعال ومرنان وتقنية الضخ هس راح نجي إلى منظومات مستويات الطاقة يلا شباب عندنا منظومات مستويات الطاقة للليزر عدد منظومات مستويات الطاقة عندنا منظومتين أولا منظومات المستويات الثلاثة ومنظومات المستويات الأربعة ثانيا المنظومات المستويات الأربعة يعني نظام يعني نظام ثلاثي ونظام ربعي نظام بثلاث مستويات ونظام بأربع مستويات زين شغلات سهلة با أول شغلة يشترك في هذه النشكة ثلاث مستويات يشترك في هذه المنظومات ثلاثة مستويات من ذني ثلاث مستويات المستوى الأرضي أو يسمون مستقر الإيوان والشبه المستقر وشبه المستقر الوال والمتهيج الوال يلا يلا حسن شنو كم مستوى ثلاثة مستوى شبه المستقر المستوى المستقر والشبه المستقر والمتهيج هذا اللي كنا نحشى عليه قلنا شرط من الشروطة بأنه وجود مستوى شبه مستقر هنا هنالذرات موجودة واضح هنا هنالذرات موجودة بالمستقر هذا مستقر هذا شبه مستقر وهذا متهيج ثلاثة مستويات هسه راح نسوي باعه شباب راح نسوي بالبداية ضخ زين وراها راح يصير ضخ من نسوي ضخ انبعاث تمام محفز بعدين نصير انبعاث تلقائي بعدين صرت انبعاث اه 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 هنا عفو اه توزيع معكوس اربعة يصير توزيع عدي معكوس تمام بالبداية خلنا نضخ خلنا نضخ طاقة باستخدام احد تقنيات الضخ للطاقة باستخدام احد تقنيات الضخ سوف يعمل اه او تنتقل الذرات من المستوى المستقر للمتهيج تمام يتم عملية الضخ للوسط الفعال يتم عملية الضخ المن للوسط الفعال باحد طرق الضخ طرق الضخ حسب الضخ ضوئي كهربائي كيميائي تمام باحد طرق الضخ لتنتقل لتنتقل الذرات من المستوى الأرضي إلى المتهيج أوكي هذا سوى نظخ هسه هنا سوى نظخ الصار عدي انتقلت الذرات من المستوى الأرضي للمستوى المتهيج واضح؟ من المستوى الأرضي للمستوى المتهيج زيب هسه وراه هش رح يصير رح يصير انبعاث تلقائي سوف تنتقل الذرات تلقائيا تهبط الذرات تنزل الذرات تمام تنبعث الذرات سوف تهبط سوف تهبط الذرات تلقائيا رح تهبط الذرات شنو تلقائيا ما تهبط من المستوى المتهيج لانهي بحالة تهيج فتميل رأسا المن تهبط يعني بعشرة السالب ستة أو بعشرة السالب ثمانية تمام سكد يعني فترة زمنية قصيرة بفترة زمنية قصيرة أو نقول هشنو تهبط تلقائيا بشكل سريع سريع جدا يعني بس تصعى ناسا تنزل المن من تهبط من المستوى المتهيج اللي هو من هو الثالث إلى المستوى شبه المستقر فسو صار عندما بعض تلقائي بالبداية مضخيني امتصاص محتث وراه يصر انبعاث تلقائي وراه يصر توزيع معكوس شنو التوزيع المعكوس ضع حسن صار عدي هناني هذا ايوان وهذا ايتو وهذا ايثري توزيع المعكوس شنو عدد الزرات بالمستوى الثاني اكبر من عدد الزرات بالمستوى الاول ها لذلك سوف يتحقق شرط التوزيع المعكوس وذلك لان عدد الزرات في المستوى منو المستقر الايتو او شبه المستقر العفو شبه المستقر اكبر من عدد الزرات في المستوى المستقر الايوان من يصير عدد الزرات فوق اكبر من الجو صار توزيع معكوس فذنبع فليزا فيحدث انبعاث الليزا او الفعل الليزا زيل سهلة او ان شاء الله يشترض بهاي المنظومات اش كم مستوى لازم عندي ثلاثة واحد اسمه مستقر واحد شبهه مستقر واحد متهيج اي اولا ثانيا عملية الضخ للوسط الفعال باحد الطرق الضخ تنتقل يعني اسو الضخ حتى تنتقل زين باعوا شباب ان لو مو هذا المستوى المستقر اللي شبه المستقر العفو كان ما تحققت عدي التوزيع المعكوس شنو الشروط التوزيع المعكوس اولا وجود ضخ ثانيا يكون عدد الذرات في المستوى الاعلى اكبر من عدد الذرات مستوى الاوطئ او المستقر او الارضي تمام هذا شنو باعوا يعني شنو معناها يعني ما تنزل رأسا مثل هذه لا شوية شنو تبقى فترة زمنية شوية اطول ومو اطول يعني تبقى ساعات ومدر ايش لا يعني همات اجزاء الثوالي بس اطول اطول من هذه يعني شوية تستقر هنا يلا تنزل يعني اقدر احقق على توزيع او احصل على توزيع معكوس زياني اذا انا بالبداية اش افضخ بعدين تلقائي تنزل تلقائيا بعدين نحقق التوزيع المعكوس يلا الضخ تتم عملية الضخ للوسط الفعال باحد طرق الضخ لتنتقل من المستوى يلا راح اطي شنو ضخ حتى تنتقل الذرات من المستوى الارضي الى المستوى المتهيج اوكي هاي ضخات من المستوى الارضي اللي هو ال E1 الى المستوى المتهيج اللي هو ال E3 اوكي صعدتي من الاول الثالث زيان اش راح يصير رأسه تهبط يعني هذا شنسمو انبعاث تلقائي بفترة زمنية قصيرة من المستوى الثالث للمستوى الثاني اوكي من المستوى الثالث ومستوى الثاني اش راح راح تكون عدد الثالث بالمستوى الثاني اكبر من الاول لذلك صار توزيع معكوس يتحقق يتحقق التوزيع المعكوس بين المستوى الاول والثاني لان عدد الثارات بالمستوى الثاني اكبر من عدد الثارات بالمستوى الاول اذا نتحقق توزيع المعكوس بين الاول والثو والثاني اللي اريد اكبر نقطة خامسة سوف نجعل ايه بس سوى ثاني يابا عدنا ثلاث منظومات سوى الضخ تلقائي معكوس حسا راح نجعل الرباع اهنان يشترط او يشترك وجود او يشترك في هذه المنظومات في هذه المنظومات اربع مستويات للطاقة اربع مستويات ايوان و اي تو و اي ثري و اي فور كم مستوى اربعة اربع مستويات للطاقة ايوان و اي تو و اي ثري و اي فور هذا بعض هذا مستقر هذا متهيج هذا شبه المستقر هذا من هو شبه الثالث هو شبه المستقر دائما شبه المستقر جو يعني أعلى واحد قبل الأخير دائما شبه المستقر هو قبل الأخير هذا هم متهيج راح نسوي وين الذرات موجودة هنانا راح نسوي لشنو الضخ يلا ثانيا يلا ضخ يتم عملية الضخ للوسط الفعال حتى تنتقل الذرات بأحطرق الضخ يتم عملية الضخ المن للوسط الفعال تم عملية الضخ للوسط الفعال حتى تنتقل من المستوى الأول للمستوى الرابع تتم عملية الضخ للوسط الفعال بأحد طرق الضخ لكي تنتقل منه الذرات من المستوى المستقر اللي هو الأول إلى المتهيج اللي هو الرابع دائما نريد أن نصعد آخر واحد آخر مستوى حتى تقول لستاذ هذا مو متهيج جسم نصعدت بي وحنا ما نريد نخليه هنانا بهذا المستوى تمام هذا المستوى يكون شبه فارغ يعني موفد يعني يعني إحنا ما نريد نريد الذرات نصعدها للمستوى الأخير آخر واحد تمام يلا وشلونة أصعدها أكيد يعني أعطيها ضخ أعطيها ضخ تصعد زيلا هس نسوي الضخ سويت ضخ على الخطة مالتنا نسوي ببداية ضخ بعدين اش راح يصير تلقائي باعه هس نصعد الذن الذرات هذا المستوى الأول صعدة المن للرابع زيلا هس ش راح يصير هس صعدت لهنانا من صعدة الذرات مباشرة رح تنزل هنانا رح يصير انبعاث تلقائي ش راح يصير انبعاث تلقائي رح تنزل هنانا الذرات تمام يلا يلا سونا انبعاث تلقائي سوف تهبط تهبط الذرات تلقائيا وبسرعة. بسرعة عالية. تلقائياً وبسرعة. تهبط الذرات تلقائياً وبسرعة. مين تهبط؟ من المستوى الرابع للمستوى الثالث. من؟ المستوى. منه؟ الرابع. يعني المستوى المتهيج خلنا نقول. اللي هو الـ E4 إلى شبه المستقر اللي هو الـ E3. راح تهبط. الصار عندني بعاث تلقائي. وراه لازم أسوي توزيع معكوس. شا سوي توزيع معكوس؟ زين. بين من هذا التوزيع المعكوس راح يصير. حسن صار عندي. هذا صار عندي هنانة E1 و E2 و E3 و E4. زين. هذا الـ E3 هو شبه المستقر اللي هو شنوى نزلت بالذرات. الظرات حالياً والموجودة بشبه المستقر. هذا المستوى هو شبه فارغ. يعني خلنا نقول. خلنا نقول يا ابا بي ذره وحدي. المهم. فضاعوا. صار عندي هنانة مستوى بي ذرات هواية ومستوى بي ذرات قليلة. من كل مستوى بي ذرات هواية العالية هواية والجوه قليل راح يصير هنانة توزيع معكوس. عدد الذرات الفوق. إذا أكثر من الجوه يصير توزيع معكوس. هالمرة التوزيع المعكوس بين من صار بين الثالث والثاني. هنانا بين من صار بين الأول والثاني. أوكي. سوف يتحقق التوزيع المعكوس بين المستوى الثاني والثالث. تمام؟ بين المستوى شبه المستقر ومستوى الثاني اللي هو شبه فارغ. ماضح؟ زين. راح يتصير عندي توزيع شنوى؟ معكوس. لأن عدد ذرات المستوى الثالث أكبر من عدد ذرات المستوى الثاني. لذلك راح يصير بناتم أكو توزيع شنوى؟ معكوس. شوفوا. راح يقول استاذ مهذا متهيت. هم راح ينزيل. ايه خلي طبهم مرض خليه ينزيل. شي سوي له بعد؟ أنا همشي حصلت من الثاني والثالث ليزر. من حصلت ليزر. لذلك بعد شي يصير بين مو مشكلة. فاضح؟ يعني مو مشكلة. شي يصير به خليه يصير. بعد. حسنا سوى ثاني. سوى التوزيع معكوس. نقطة الخامسة. يلا خلصنا ترى هذه المنظومات. مستويات الثلاثة ومستويات الأربعة. هذه المنظومات إفتهمت شنو معنى المستوى الشبه المستقر. إفتهمته شنو يعني مستوى شبه المستقر. هناني ثلاثة ثلاثة. نقارن بيناتهم الثلاثة ثلاثة مستويات. أرباعي أربع مستويات زين ضخ ضخ هذا من الضخ راح يصعد من الأول للثالث هذا يصعد من الأول للرابع زين بعد يصل انبعاث تلقائي انبعاث التلقائي ينزل من الثالث للثاني اللي هو شبه المستقر هذا انبعاث التلقائي ينزل من الرابع للثالث اللي هو شبه المستقر زين معكوس تهبط الذرات يتحقق التوزيع المعكوس بين المستوى الأول والثاني اللي هو شبه المستقر للعدد الذرات المستوى الثاني أكبر من الأول هنا يتحقق التوزيع المعكوس بين المستوى الثاني والثالث تمام؟ اللي هو شبه المستقر للعدد الذرات بالمستوى الثالث أكبر من الثالث آخر شي عندنا طاقة الضخ هنا تكون طاقة الضخ في المنظومات الثلاثة عالية يعني تحتاج إلى طاقة ضخ شنو؟ عالية ليتحقق التوزيع المعكوس بينما هنا نحتاج إلى طاقة ضخ ضخ شنو؟ أقل من المنظومات الثلاثة يعني منظومات الأربعة تحتاج طاقة ضخ أقل من المنظومات الثلاثة لتحقيق التوزيع المعكوس هناك سؤال مهم جدا وبعد جدا وبعد جدا وهو جدا سؤال جدا مهم جدا مهم يقول لكم سؤال لماذا تكون طاقة الضخ أو عفوا أيهما أفضل أيهما أفضل السؤال ما لاتنشي يقول أيهما أفضل المستويات الثلاثة والمستويات الأربعة رح نقول للمستويات الأربعة أفضل ليش أفضل؟ لأن يحتاج طاقة أقل من الطاقة التي نحتاجها بالمنظومات الثلاثة لتحقيق التوزيع المعكوس تمام؟ هسا يولا أفضل يولا يفيدني أكثر يولا ما خلينا أصرف الأربعة الأربعة تحتاج طاقة أقل بينما أنتم بعد تفكركم بالعكس أنتم عبادكم الأربعة تحتاج طاقة هواي لا بالعكس لسا فهمكم ليش شوفوا هنا الثلاثة يلا أيهما أفضل هل هو الأربعة رح تقول لي لا الأربعة أفضل زين الأربعة ليش أفضل؟ بالأربعة نحتاج طاقة الضخ أقل من اللي نحتاجها وين؟ بالمنظومات الثلاثة حتى يتحقق التوزيع المعكوس زين زين ليش عود؟ هاي لكم يكش يعني؟ ما مطلوبة من عدكم تمام؟ معلومة اسمعوني ليش عودني يحتاج هنا طاقة الضخ عالية؟ لأن هايش كم مستوة؟ الثلاثة فأحاول شنو عسري عسري عصعد شنو؟ أصعد الذرات عسري عصعد هي ليش؟ لأن رأسها راح تهبط راح ترجع هتهبط وهذا هم مات يهبط وياي لولا بس شوية زمنة أطول هذة فلازم أنا مخاف مو على كيف أصعد يلا صعد يلا صعد هذا يصعد رايسة النيزيل يصعد رايسة النيزيل مو هذة هم مات باعدين راح ينزيل أصعدت اثنيا النزل هنائة واحد صعدت اثنين تلاثة نزل هنالة ثمان يعني النزل هنالة هنالة أنا أحاول أصعد ذنني على السريع. ليش؟ هنا ثلاث مستويات بس. فحاول أصعدهم كلنا سوء على السريع. بينما هناك لدينا مستوى يعني احتياط. واضح؟ فهناك أربع مستويات. فأحتاج طاقة الضخء يعني أقل. ليس شنط كلنا أصعدين. عادي أصعد شوية شوية. هذه هي يعني ما يحتاج طاقة الضخء. بس ما مثل هذه. تمام؟ إن أنا لازم لا أحتاج طاقة الضخء كل شوية كل شوية إن صعدين على السريع. إن أنا لا. أنا أم صعدين على السريع. بس أقل من هذا. واضح؟ بقوا شباب ثلاث مستوى يحتاج طاقة الضخء. وثلاث مستوى يحتاج طاقة الضخء عالية بس هادا أعلى يحتاج. هذه هي من الأخير. ترى ثنيات يحتاجهم طاقة الضخ عالية بس هذا أكثر يحتاج ضخ أكثر ليش؟ على متحاولة صاعدهم على السريع هنا لأنني عندي بس ثلاثة ثلاث مستويات هنا عندي مستوى احتياط أحاول أصاعدهم على السريع بس يعني ما أجهد نفسي ما أخلي الضخ مثل هذا بالتالي يحتاج طاقة الضخ هنا هم سويها مظلومة ما عدا ضخ لا بابا هم عدا ضخ بس أهم عال الضخ بس أقل من هذا وما قال لك هنا يحتاج طاقة الضخ خليلة قال لك يحتاج طاقة الضخ أقل من هذا ويه where فثنيات انت ري يحتاج عن طاقة الضخ عالية ولكن ذاك أقل الرباعي شنو؟ أقل اله الثيائية هما أفضل المستويات الثلاثة لو المستويات الأربعة شلع تقولون المستويات الأربعة أفضل ليش؟ لأن يحتاج طاقة الضخ أقل من المنظومات الثلاثية تحقيق التوزيع المحكوس لأن محاضراتنا انتهت نلتقى المحاضرة القادمة باي باي